تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين واللي شهدت حفلات غنائية وعروض فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية خلال هذا الأسبوع وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبال كبير جدا من السياح والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة واللي بتقام في عدد من الأماكن السياحية والطرفهية بالمدينة مدينة التي لا تنام هكذا أطلق على مدينة العالمين الجديدة التي تشهد على مدار اليوم العديد من الأنشطة والفعاليات التي يمارسونها رواد المدينة على مدار اليوم خاصة خلال مهرجان العالمين الجديدة الذي شهد هذا الأسبوع العديد من الفعاليات المتنوعة حيث استمرت فعاليات وزارة الثقافة المشاركة بعدد من فرق الفنون الشعبية والتنورة والسرك القومي وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي لاقت حضورا جماهريا كبيرا وسط أجواء من البهجة والفرحة على كل الأعمار والفئات كما شهد هذا الأسبوع تعاونا جديدا ومهما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤسسات المختلفة لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حيث بدأ التعاون مع وزارة الصحة والسكان بإطلاق شارع الخدمات الصحية بالمنطقة الشاطئية لتقديم عدد من الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية لتقديم هذه الخدمة للرواد المهرجان وجاء هذا التعاون بحضور وزير الصحة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتأكيد على مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة ولتقديم خدمة مواصلات أفضل جاء هذا التعاون بين الشركة ووزارة النقل متمثلة في شركات النقل المختلفة التي دفعت بعدد من الأوتوبيسات لنقل المواطنين من القاهرة والإسكندرية لمدينة العالمين الجديدة لحضور فعليات المهرجان بالإضافة للأوتوبيسات الكهربائية لنقل المواطنين داخل المدينة وتأتي هذه الخدمة حرصا من الشركة المتحدة على حضور كل فئات المجتمع لفعليات مهرجان العالمين الجديدة وعلى الصعيد التعليمي جاء هذا التعاون بين الشركة ووزارة التعليم العالي بمشاركة طلاب الجامعات في فعليات المهرجان حيث شهدت أولى المشاركات وجود 150 طالب وطالبة من 6 جامعات مختلفة وشاركوا في العديد من الأنشطة الترفيهية والفنون التشكيلية واختتمت بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى في هذه الأنشطة بحضور وزير التعليم العالي والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسيستقبل المهرجان على مدار أيامه العديد من طلاب وطالبات الجامعات المختلفة ولأن مدينة العالمين الجديدة تعد الوجهة السياحية الدولية المهمة جاء قرار اللجنة البارالمبية أن تكون المدينة هي مكان الصورة الرسمية للبعثة البارالمبية التي ستشارك في أولمبيات باريس 20-24 بحضور وزير الشباب والرياضة ويعد هذا تعاونا جديدا بين الوزارة والشركة والذي سيشهد برامج شبابية مختلفة من الوزارة لحضور الشباب فعليات مهرجان واستكمل هذا اليوم بحفل فني موسيقي لفرقة الأنفوش للموسيقى العربية على المصرح الروماني بالمدينة التراثية والتي قدمت عددا من أغاني الزمن الجميل بحضور جماهيري كبير أما الفعلية التي كان ينتظرها عشاك كرة القدم والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا هي مباراة أساطير كرة القدم بين منتخب الأهل والزمالك ومنتخب الأندية والتي شهدت تنافسا كبيرا بين المنتخبين وانتهت بفوز منتخب الأندية بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف لمنتخب الأهل والزمالك وتم تسليم المدليات والكأس للمنتخب الفائز وستمرت الفعاليات الرياضية ببطولة كرة السلة التي شهدت حضور قدام نجوم اللعبة والشباب الصاعد في الأندية المصرية والمنتخب بهدف تحويل اللعبة من موسمية شاطئية إلى لعبة مستمرة في المستقبل واختتمت الفعاليات الرياضية ببطولة كرة الطائرة الشاطئية التي شارك فيها ثمان فرق من أندية مصرية وعربية وسط أجواء شاطئية جميلة للاستمتاع بأجواء اللعبة وسط البحر والأبراج التي تميز مدينة العالمين الجديدة وتستمر فعاليات الحيوانات الأليفة وطيران البراموتر ويختتم الأسبوع بحفل الفنان الكبير تامر حسني الذي ينتظره عشاقه وسط استعدادات خاصة من إدارة المهرجان وتستمر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى الأول من سبتمبر وسط تنوع كبير في الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية لاستقبال أكثر من مليوني زائر لهذه المدينة الساحرة محمود جميل التلفزيون المصري